في يوم من الأيام وفي لحظة من اللحظات وفي مرة من المرات كان في اسمي واحد معرب والتاني مبني والحرب بينهم مستمرة والفصل بينهم مستحيل المبني ثابت في النهاية والنطق واحد هذا حاكم عادل سلمته على هذا الصديق رأيته هذا الرجل في الطريق والمعرب حالاته بتتغير ما بين الرفع مرة والنصب مرة والجر مرة ممكن يبقى فاعل زي ايه محمد رجل عادل وسلمته على صديقي عادل ورأيته حاتم في الحديقة ولما نرجع للمبني يبني المبني بيكون ستة والسابع ملوش مكان لايك وشير تحت على اليمين في زر الاشتراك في القناة نضغط عليه ويلا تابع الشرع عشان نعرف بقية الحكاية نعرف اول حاجة الفرق بين الاسم المعرب والاسم المبني ده درس المعرب والمبني من الاسماء زي ما تعودنا مع بعض عشان نبدأ اي درس نعرف السؤال بيجي ازاي وكل الامثلة بتاعتنا هتبقى عبارة عن اسئلة طب كيف يأتي السؤال يجينا في الامتحان يقولك استخرج اسما معربا واخر مبنيا ولكن يجي يقولك مع ذكر السبب نبدأ كده ونعرف واحدة واحدة ايه هي الاسماء المعربة وهي ايه هي الاسماء المبنية ويعني ايه اسم معرب ويعني ايه اسم مبني لاحظت ثلاث امثلة اللي هحطهم لك دلوقتي زي هذا عالم عابد سلمت على هذا الصديق رأيت هذا الطالب في المدرسة فيه ثلاث كلمات في ثلاث جمل هذا فوق فاول مثال لما نجي نعرف هذا هتلاقي ان هي مفروض تبقى مبتدأ مرفوع بالضم او هنعرف كمان شواء ان هو اسم اشارة مبني في محل رفع مبتدأ طب يا مستر وانت بتقول هذا انا ما سمعتش الضمة في الاخر تمام؟ طب بص على اللي جاية دي عشان تتأكد كمان مرة سلمت على هذا هذا هنا جاية قبلها حرف جر فالمفروض ان هي تبقى اسم مجرور وبرده يا مستر وانت بتقول هذا انا سمعت نفس النطق اللي فوق ما لقيتش كسرة تحت الالف بتاعت هذا طب بص المثال الجاي رأيتو هذا المفروض هذا تمام منفعول بمنصوب بالفتحة تمام؟ برضو ما شفتش ما سمعتش الفتحة انا او ما شفتهاش تمام؟ هو ده الفاعل او الاسم المبني الاسم المبني ان اخر حرف بيكون ثابت سواء جه مرفوع زي اول مثال او جه مجرور زي تاني مثال او جه منصوب زي تالت مثال طب لما نيجي نبص احنا لحنا هنا ان النطق او ثبوت النطق في ان في كلمة هذا في الثلاث امثلة رغم ان الثلاث امثلة هذا مختلفين في ايه؟ في الاعراب من هنا هنخش على الاسماء المبنية انا عرفتكم الاسماء المبنية معناه هو ثابت نطق الحرف الاخير مع اختلاف اعرابه سواء كان مرفوع او منصوب او مجرور الاعراب او النطق بيكون واحد طب السؤال ازاي استخرج اسم مبني احنا عندنا في ست انواع من الاسماء المبنية ايه هما الست دول طبعا غير الستة هيكون معرب معرب يعني تدور على فاعل مرفوع بالضم تدور على كلمة ظاهرة زي المعلم زي المدرسة زي طالب اي كلمة من الاسماء اللي انت هتشوفها في القطعة غير كلا بيكون كل ده بيسميه ايه معرب نمسك اول قسم من اسماء المبنية وهو اسم الاشارة الاسماء الاشارة كلها من المبنيات ما عدا اسمين هقولك عليهم دلوقتي يعني هذا هذه هؤلاء كل ده اسمه مبني يبقى انا لو طلب مني طلع اسم مبني هدور على اسم اشارة من اللي موجودين قدامك سواء كانت هذا او هذي او هؤلاء او ذلك وتلك واؤلائك وركز في دور جدا اللي تحت ذلك وتلك واؤلائك عشان في ناس كتير غيبة عنها او مش عارفينها زي اللي فوق وبتيجي كتير في الامتحان طب كل اسماء الاشارة مبنية لا في اتنين مش مبنيين بيترفعوا عادي زي هذان وهتان بيترفعوا هنا بالالف وممكن يقولك هذين او هتين تبقى منصوبة او مجرورة باليع يبقى كل اسماء الاشارة مبنية لو اطلب مني اسم مبني هدوى على اي اسم اشارة معادة هذان وهتان طب لما نجي نبص على الاعراب هنعربه ازاي هذا مثال هاو قدامك هذا عالم المستقبل هذا ده اسم اشارة والاسم يعني جملة اسمية مفهوك بتتكون من مبتدأ وخبر هل هنا هقول على هذا دي مبتدأ مرفوع بالضمة لا احنا كبرنا دلوقت وش هيبقى مبتدأ مرفوع بالضمة وما نقع عربه ازاي هو ده درس النعب لما نجي نعرب هذا كده هقول عليها اسم اشارة اول حاجة بعرفه ان هي اسم ايه اسم اشارة تمام يبقى اول حاجة عرفتنه ان ده اسم اشارة وانا نستعرف ان اسم الاشارة ده على طول بيكون مبني يبقى اسم اشارة مبني بدلا ما اقول اسم اشارة مبني مبتدأ مرفوع بالضمة طبعا مش هينفع مش لايقى فبقول اسم اشارة مبني فين في المحل مبني في محل ايه رفع مبتدأ بدلا ما اقول مبتدأ مرفوع بقول رفع مبتدأ يبقى الموضوع سهل جدا انا بعريبه عادي مبتدأ مرفوع بالضمة ولكن لما اجي اكتب الاعراب المظبوط بقى بعرفهه الاول بقول ان هو ده اسم اسم اشارة والاسم الاشارة ده بيكون مبني على طول وبدل ما اقول له مرفوع بالضمة لا اقول له فيه محل رفع ممتلأ مثال تاني عشان انا ما افهمش من المثال اول رأيته ذلك الرجل في نهاية الشارع فين اسم الاشارة هنا او فين الاسم المبني اه سامح حد بيقول لي ايه ذلك ممتاز ذلك ده اسم اشارة طب لما نجي لعربه المفروض رأيته التأتاء الفاعل ورقة فعلي ماضي رأيته مين ذلك ده او رأيت الراجل ده ذلك يعني ذلك دي هنما اقل عليها مفعول بي منصوب الفتحة خطأ الى عشان نعرف نعرب نعرف نعرف مزب sandy. ذلك هنا اسم اشارة بعرفه رأيته الي اوا واسم الاشارة عارفين ان هو مبني يبقى اسم اشارة مبني في محل بدل ما كنت بقول له مفعول بي منصوب الفتحة لا هشألق بقى. هقول له في محل نصب المفعول بي. بدل ما اقول مفعول بي منصوب لا في محل نظر مفعول به. يبقى ذلك اسم اشارة مبني في محل نظر مفعول به. مثال تنا على الجر سلمته على هذه الفتاة. هذه لما نيجي انت بقى لا هتشتغل معي انا قلت لك مثالين. هذه اول حاجة بنعرفه بنقوله ده اسم اشارة ممتاز. طب المفروض لو كانت كلمة عادية كنت تقول عليه اسم مجرور وعلام الجرور كسرة. لا هنا بقى مش كلمة عادية ده اسم مبني. فبقول له ايه اسم اشارة مبني في محل جر اسم. بدلا ما بقول اسم مجرور لا في محل جر اسم. طب. دي اول حاجة من الاسماء المبنية وهو اسم الاشارة. تاني حاجة بدور عليه في الامتحان بدور على الاسماء الموصولة. زي ايه? زي الذي زي التي زي اللذينة زي اللائي زي الاسماء الموصولة كلها ملها مبنية. معادة حاجتين. ايه هم الحاجتين دول اللازان واللتان? فاكرين هازان وهتان في اسماء دشارة? اللازان واللتان برضو بيعربان اعراب المسنن. يعني ايه? لو كانت اخرها الف ونون زي اللازان واللتان هتبقى مرفوعة بالالف. لكن لو كان اخرها ياء ونون. تمام? هتبقى منصوبة او مجرورة بالياء حسب نوع او حسب الجملة اللي قدامي. طب مثال الذي يقول الحق قليل في هذا المكان. يعني اللي بيقول الحق قليل جدا في الزمن ده. في هذا الزمن. طب الذي دي اسمه والاسم يعني دي جملة اسمية بتتكون من مبتدأه خبر. فاي واحد زي هاي يقول للذي ده ايه مبتدأ مرفوع علامة رفع الضم? هقول له لا هنا غلط. ليه? المفروض ان اول حاجة بعرفهوله بقوله ان ده اسم موصول. تمام? بقوله ان هو ده اسم ايه موصول. وبعد كده بعد ما بقول اسم موصول بقوله ان ده اسم موصول مبني. وبدل ما كنت بقول له مبتدأ مرفوع بالضم لا اقول له مبني في محل رفع مبتدأ. يعني بدل مبتدأ مرفوع يبقى في محل رفع ايه مبتدأ. طبعا. ده بالنسبة للأسماء الموصولة. يبقى كده اللي خدنا. ندور على اسم مبني هدوء على اسم اشارة. ما لقيتش اسم اشارة. هدوء على اسم موصول. ما لقيتش اسم موصول هدوء على اسماء الشرط. ايه اسماء الشرط اللي خدناها ف kommt l-عدادي? لما نيجي نقول مثلا اسم الشرط زي من يزاكر يان جاح دى جملة شرط. فعندك ادوات الشرط كلها معادة ادée واحدة هقولكو عليها دلوقتي هي اللي مش مبنية. كل اسماء الشرط مبنية. من? لو لقيتها في القطعة مبني ما مبني مهما متى اينما كيفما حيثما بشرط ان هي تكون موجودة في جملة الشرط مبني كل اسماء الشرط مبنية معادة اي اي هي الوحيدة اللي معربة وليست مبنية خلي بالك من دي طب مثال اينما تكن يحفظك الله في اي مكان هتكون موجود فيه ربنا هيرعاك ويحفظك لما نجي نعرف اينما اول حاجة بقوله ده اسم شرط اسم ايه شرط واسم الشرط على طول بيكون مبني تمام احنا اتفقنا كل الاسماء اللي بناخدها دلوقتي هي اسماء مبنية فده اسم شرط مبني وبدل ما كنت بقوله مفوضة بقوله مبتدأ مرفوع فبدل ما اقول مبتدأ مرفوع بقوله في محل رفع مبتدأ يبقى اينما اسم شرط مبني في محل رفع مبتدأ كده خلصنا ثلاث حاجات ناقص ثلاثة يبقى كده خرجنا كل اسماء الاشارة معادة هازان وهتان كل الاسماء الموصولة معادة اللازان واللتان كل اسماء الشرط معادة اي كل ده مبني طيب لما نجي الرابح حاجة اسماء الاستفهام اللي احنا بنلقاه في الاسئلة زي لما اجي اقول لك كيف حالك اين تعيش متى لماذا ماذا كم كل اسماء الاستفهام مبني يبقى اي اداة الاستفهام تقابلك في القطعة تقول عليها ان هي اسم مبني معادة مين معادة اي اي دي معربة هي الوحيدة من اسماء الاستفهام اللي بتبقى معربة طيب ناخد مثال عشان نطبع اللي احنا بنقول يلا قرأ كده معايا يا خلد لماذا لم تمارس الرياضة اليوم انت لما لعبتش رياضة النهاردة تمام نمسك لماذا دي لماذا دي المفروض ان هي اسم تمام صح ولا لا فاي حد هيقول لي الاول ان هو مبتدأ مرفوع بالضمة غلط المفروض ان هنا ان اول حاجة بعرفول بقوله ده اسم استفهام وبعد كده اعرفوا ان اسم الاستفهام ده على طول بيكون مبني وبدل ما كنت بقولهم مفروض هنا خبر مقدم تمام هي دي خطأ هي باش مبتدأ هي خبر بس خبر مقدم فبقول له اسم استفهام مبني في محل رفع خبر مقدم هو ده الاعراب بتاع اسماء الاستفهام خامس حاجة ودي هنطول فيها شوية الضمائر الضمائر لما يجي يطلب منك في الامتحان ويجي يقول لك استخرج ضمير او استخرج اسم مبني دور على اي هاق مربوطة هاق مش نقطتين فوقها اللي فيها نقطتين دي اسمها هاق مربوطة دور على اي هاق مربوطة موجودة في القطع وتحطه له وتقول له الضمير ده اللي متصل بالكلمة هي الاسم المبني طب الضمائر لما نجي راجحها كده هنراجحها بسرعة وهسيب لك لينك للدرس ده بالتفصيل تحت الفيديو الضمائر عندنا ضمائر فيه منفصلة ضمائر متكلم انا ونحن المخاطب انت وانتي وانتما وانتم وانتنا الغائب هو وهي وهم وهم وهنا لو لقيت اي ضمير من دول قول على طول ان هو ده مبني طب امثلة على الضمائر لما اجي اقول لك انت على خلق عظيم ده اللي همني في الموضوع ده انت ضمير والضمائر زي الاسم يعني دي جملة اسمي فالاعراب القديم كنت اقول على انت دي مبتلق مرفوع بالضم غلط احنا اجبرنا دلوقتي وخارنا الدرس ومفروض ان احنا نعرفه صح انت هنا مش مبتلق مرفوع بالضم وما انا اقول عليه ايه هعرفوه الاول زي ما اتعاولنا ده ضمير ضمير ماله منفصل وبعد كده بقول له ان هو ده من منفصل ماله مبني وبعد كده اقول له بدلا ما كنت بقول مبتلق مرفوع لا مبني في محل رفع ايه مبتلق مثال تاني هو لاعب محترف في الخال هو ضمير والضمائر من اسماء واي اسم جملة اسمية مبتدق وخبر هل هقول على هو مبتدق لا بعرفوه الاول بقول له ان ده ضمير والضمير مبني مبني في محل رفع مبتدق تمام اظن ان الموضوع الاعرب بقى سهل وبسيط جدا في مجموعة من الضمائر اللي هي الضمائر المتصل يعني زي تائل فاعل على طول تقول له ده ضمير متصل مبني زي اكلته الطعام كله اتاهنة تائل فاعل فده ضمير مبني في محل رفع فاعل الطالبان كتباء الدرس الف الاسنين موجودة في كتبة معلمها لك ايه فده ضمير مبني في محل رفع فاعل دخلوا واو الجماعة على طول دي كلها اسماء ضمائر مبنية نون النس والفتايات تلعبن ايه المخطبة كيف تكتبين ويجبك اي ضمير بيكون ضمير ايه مبني وبعد كده بشوف اعرب برضو الضمائر المتصلة بتكون مبنية زي اللي فات دي ما كان دي اسماء ضمائر متصلة لو كانت ضمائر نصب او جر زي كاف الخطاب اكرمك الله الكاف هنا ضمير مبني في محل نصب مفعول به ليه بقول اكرم من اللي اكرم الله اكرمك انا اللي تم اكرامي يبقى انا مفعول به يبقى الكاف لما اجع عربها بقول ضمير مبني في محل نصب مفعول به برضو هائل غيبة من الضمائر المبنية علمته النحو الهائل هنا انا اللي تم تعليمي والمدرس هو اللي علمني يبقى انا مفعول به مفوضة هقوله على مفعول به لا احنا عرفنا خلاص بقوله على ضمير مبني في محل نصب مفعول به نفس الامر في ياء المتكلم ساعدني اخي اللي ياء هنا اسمها ياء المتكلم عيد علينا انا اللي تم الاخوية هو اللي ساعدني يعني انا المفعول به في ياء المتكلم هنا ضمير مبني في محل نظم مفعول به اه برضو عندنا لك الخير كله لك في كاف وقبلها اللام حرف جر فما ينفعش اقولي كاف اسم مجرور لا بقول له ضمير مبني في محل جر اسم اه برضو عندنا له الكون كله كلمة كله فيها الغيبة موجودة في الاخر. واي اسم اي ضمير مرتبط باسم بيبقى ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. قاعدة سابتة كل. اي ضمير متصل باسم بيبقى ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. ملخوظة في الضمائر اي ضمير متصل باسم نسا مأكد عليها دلوقتي ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. كده خلصنا خمس حاجات من الاسمائة المبنية نقص حاجة واحدة بس بعض الظروف. هم بالضبط حوالي اربعة تمام اربعة او خمسة. نمسك اول واحد حيثو. هم معدودين على سابع ايدك يعني هم فيش غيرهم. حيثو ده اسمه ظرف والظرف ده مبني. حيثو بس مش اي ظرف محدش يقول لي امام وفوق وتحت يقول لي ده ظرف مبني. لا الظروف دي كلها منصوبة مش مبنية. فحيثو ده ظرف مبني مبني على ايه? ولا بانطق بقول حيثو في ضم في الاخر يبقى ده ضمير او ظرف مبني على الضم. احنا بنحكم على اعراب او حركة اخر حرف. منذ برضو ده ظرف مبني على الضم ان اخر حركة ضم. طب ايه تاني بكلا حيثو منذ امسي هنا ظرف مبني على الكسر عرفت ازاي ان اخر حركة كسرة ايه تاني هناك هنا ظرف مبني على الفتح عرفت ازاي ان اخر حركة فتحة قبل قبل ده ساعات بيجي معرب وساعات بيجي مبني حسب نوع الجملة اللي قدامك. تمام? وعندنا كمان فيه ظرف زي ايه? الان بيبقى ظرف مبني على الفتح. ده كلا باختصار شديد او ده الدرس بتاع الاسماء المبنية. يبقى خلاصة القول لما نيجي طلع يجي قولك هات اسم معرب دور على اي اسم انت اعربته في الجملة سواء كان فاعل او مفعول او خبر او مبتدأ بس يكون اسم ظاهر زي محمد زي احمد زي الطالب زي المعلم زي كرسي اي اسم عادي غير الاسماء الستة. قل لك دور على اسم اه معرب اسم مبني يبقى هتدور على اي ضمير ده اول حاجة هتدور عليها. ما لقيتش ضمير هتدور على اسم اشارة معادة اللازان ولا تان. او هتدور على اسم موصول معادة او هتدور على اسم موصول او هتدور على بعض الظروف او الضمائر او الحاجات الستة اللي احنا قلنا عليهم. اتمنى ان انا تكون وصلت المعلومة بشكل موجز وبسيط. اه دي قناة حكاية والنحو. يا ريت قبل ما نمشي سبسكرايب ولايك وشير ولايك وشير للقناة عشان نوصل لكل الناس. اه كان معاكم مستر عبدالرزق الشاعر ودي قناة حكاية والنحو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.